اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الخامسة التي تأتيكم اليوم استثناء على الخامسة الا ربع وذلك لتمكين مشاهدين الكارم من متبعة مباراة الديربي العاصم بين مولودية الجزائر واتحاد العاصم اهلا بكم بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة نظيره الالباني اليرميتا بمناسبة العيد الوطني لبلاده مجددا حرصه على العمل سويا على توثيق عرى الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بمناسبة احياء بلاده لذكرى عيد الاستقلال منوها بسعيه الدؤوب في سبيل احلال الامن والسلام والاستقرار في سائر القارة الافريقية كما كلف رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة الوزير الاول احمد ويحيى بتمثيله في اشغال القمة الخامسة للاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي المقررة غدا وبعد غدا بالعاصمة الافورية ابيجون الوزير الاول يكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مسهل هذا وشرك اليوم وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مسهل بيابيجون في الاجتماع التحضيري للقمة الخامسة الافريقية الاوروبية على مستوى وزراء خارجية وقد تطرق تشغال الاجتماع الى جدول اعمال القمة المتضمني للوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي خلال القمم والاجتماعات السابقة استقبل اليوم الوزير الاول احمد او يحيا وزير البناء الفيتنامي فان هونغ الذي يقوم بزيارة الى الجزائر اللقاء حضره وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي كما استقبل اليوم الوزير الاول احمد ويحيا رئيس الاكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجون اكيف علي زادة اللقاء حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي طهر حجار على هامشي الندوة الدولية التي نظمها المجلس الدستوري حول حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية استقبل رئيس المجلس مراد مدلسي رئيس المحكمة الدستورية السودانية وهبي محمد مختار حيث قيم الطرفان مجريات الندوة وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالي الدستورية أشرف اليوم بالناد الوطني للجيش نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قيد صالح أشرف على افتتاح يوم دراسي تحت عنوان الاتصال العملياتي في الجيش الوطني الشعبي من تنظيم مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء وإطارات من الجيش الوطني الشعبي وضباط الإيصال والإعلام والتوجيه بمختلف النواحي العسكرية بهياكل ومدارس الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قيد صالح في كلمته التوجهية أكد الاهتمام الذي يليه الجيش الوطني الشعبي لموضوع الاتصال العمليتي داعيا إلى العمل على رفع التحديات من خلال تصطير استراتيجية أعلام واتصال فعالة تسهم في بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة ليخلص إلى التأكيد أن الاتصال العمليتي جزء من الاستراتيجية الدفاعية المبنية على استشراف الأحداث وتطوير طرق العمل الكفيلة بمعالجة كل الإشكاليات التي يفرضها الوضع هذا وتم عرض شريط وثائقي حول الموضوع وتنظيم ورشات تطبيقية في مجال الأعلام والاتصال تحاكي الواقع أثناء التمرين والمنورات العسكرية بهدف سقلي معارفة وخبرات الإطارات الجيش الوطني الشعبي وبالخصوص ضباط الإيصال والإعلام والتوجيه عبر مختلف هيكل وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي وقعت اليوم اتفاقية تمويل بين القرض الشعبي الجزائري ووكلة عدل والصندوق الوطني للسكن بغلاف مالي قدره 330 مليار دينار وذلك بحضور وزيري السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار ووزير المالية عبدالرحمن روية الاتفاقية التي تعد الرابع من نوعها تقضي بتمويل مشروع 120 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل عبر الوطن المبرمجة لعام 2018 وختاما وفي أخبار الرياضة نشط اليوم النائب والأول لرئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية أمير بن عمر ندوة صحفية أعلن من خلالها عن انطلاق فعاليات الطبعة الثالثة لرالي تحدي الصحراء الدولي في الفترة ما بين الرابع والثاني عشر ديسمبر المقبل والذي سيعرف مشاركة 99 سائقا منهم 40 سائقا أجنبيا الرالي الذي سينطلق من غرب الجزائر ومدينة وهران تحديدا سيجري في ثماني مراحل مرورا بوهران النعمة تغيط بن عباس وتلمسان حيث الحدث الرياضي الدولي يرافقه التلفزيون الجزائري من خلال تغطيته وبرامجه الرياضية اليومية ختم ونشرتين مشاهدين شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة دمتم بخير اشتركوا في القناة